موسيقى مشاهدين الكرام ما نزال مستمرين معاكم في صباح كربلا أكيد كلمة السر في حساباتنا على مواقع التواصل الاجتماعي خصوصا في البريد الالكتروني تعتبر صمام الأمان التي تحافظ على أسرارنا وخصوصياتنا هذا الموضوع يأرق الكثير من المشاهدين والمتابعين لهذه المجالات الالكترونية أيضا توفر أن كلمة السر حماية من عدم الاختراق في هذا المجال لنتابع معكم فقرة الحماية الالكترونية مع الدكتور وسام الخزاعي وهو يتحدث لنا عن كلمة تغيير الكلمة السر في الجيميل نعم موسيقى اخواني اخواتي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته في فقرتنا التقنية لهذا اليوم رح نتحدث عن كيفية تغيير كلمة المرور للبريد الالكتروني جيميل طبعا البريد الالكتروني جيميل مثل ما نعرف أنه هو بريد سريع مجاني يستخدم للتواصل إرسال الرسائل فيما بين المستلمين والمرسلين كذلك إرسال المرفقات بأنواح مختلفة سواء كانت فيديوية نصية صورية إلى آخرين عملية تغيير كلمة المرور الخاصة به جدا مهمة لأنه أغلب التطبيقات التي تابعة شركة جوجل ستحتمد على هذا الجيميل طبعا لذلك عملية الوصول إلى الباسورد الخاص بهذا البريد الالكتروني سيسهل الوصول للمختارقين إلى كل التطبيقات التي نحن داخلين بها ومشتركين بها الخاصة بالجيميل بالإضافة إلى تطبيقات أخرى قد تطلب أنه أثناء تسجيلنا بها أنه تطلب الجيميل الخاص بنا لذلك عملية تغيير كلمة المرور هي عملية جدا مهمة سأذهب إلى تطبيق جيميل هذا الذي ترونه أمامكم نفتح عندي هذا التطبيق بالوسط أكون عندي هذه الأي لها إيقونة الملف الشخصي مالتي أنا سأضغطها ستطلع عندي نافذة التي ترونها أمامكم ممكن من خلال إدارة حسابك على جيميل أقدر أوصل إلى الرقم السري الباسورد وأنه أشتغل به رح أروح طبعا ظهرت هنا عندي نافذة تحتوي على صفحة الرئيسية المعلومات الشخصية البيانات والخصوصية الأمان إلى آخر رح أروح إلى المعلومات الشخصية طبعا الاسم اللي أنت مستخدمه ممكن تغيره منها الصورة كذلك ممكن تغيرها تاريخ الميلاد الجنس إلى آخره من المعلومات معلومات الاتصال أيضا الهاتف الخاص بك كل ذني المعلومات ممكن أن نتغيرها منها طبعا أنا ليهمني اليوم أنه تغير كلمة المرور مثل ما تشوفون أماكم هذه هي كلمة المرور أنا رح أضغط السهم الموجود في الجانب العيسر بعد أن ضغطت السهم اللي موجود في الجانب العيسر رح أنتظر رح يطلب من عندي للمتابعة أنه رح لازم أخلي كلمة المرور القديمة طبعا أنا رح أخلي هنا كلمة المرور القديمة بالشكل هذا اللي أنتوا تشوفوا وأقول له التالي في سبيل أنه أسجل دخول بكلمة المرور بعد أنه تأكد من كلمة المرور وتأكد من عندي أنه أنا صاحب الحساب راح إلى كلمة المرور الجديدة طبعا كلمة المرور الجديدة هذه بالشكل هذا اللي أنتوا تشوفوا رح أخليها أيضا هذه كلمة المرور الجديدة طبعا من الممكن أن أظهرها هذا هو تأكيد لكلمة المرور الجديدة اللي موجودة عندي اللي أنا اختاريتها وبعد أن أكدتها راح أروح أقول له هنا تغيير كلمة المرور بالشكل هذا تم تغيير كلمة المرور بنجاح طبعا هنا دي طلب من عندين الحفاظ على أمان الحساب أروح أراجع بعض أعدادات الأمان المهمة ممكن أن نراجعها من خلال الضغط على بدء الاستخدام وإذا كانت أعدادات الأمان مالتي أنا مقتنع بيها وما عندي أي مشكلة بيها راح أروح أقول له أغلاق في سبيل أنه يرجعني لصفحة الخاصة بالأعدادات العامة للحساب هذا كل ما يخص تغيير كلمة المرور في تطبيق الجيميل إلا هنا إن شاء الله راح تنتهي فقارتنا لهذا اليوم راح نلتقيكم في فقرات قادمة إلى ذلك الحين في أمان الله وحفظا اشتركوا في القناة